يبقى القاعدة الوقائية ايه؟ يعني القاعدة بقى الوقائية اللي تحكم كلامنا في موضوع العرق عند الاطفال الصغارين ايه هي؟ اولا اننا نكون عارفين ومقتنعين ومتطمنين ان شكل افراز العرق عند الاطفال بينتظم بعد نهاية السنة الاولى يعني ما قبل سن سنة ما فيش حاجة مقلقة قوي يعني او يعني اذا كان حصل العرق ده بدون اسباب يعني واضح ودي ثانية دي النقطة الثانية ايه هي؟ اذا كان العرق اللي لاحظنا على الطفل ده اللي عمره قاله من سنة مرتبط بمجهود بزلوا الطفل زي ما قلتلكم الرضاعة مسا يبقى ده طبيعي او ان العرق ده بسبب اخطاء احنا عملناها زي ما ذكرنا التدفئة الزي ده التصاق الطفل بالامة اثناء الرضاع يبقى برضو ده مبرر يعني فيه سبب او للعرق يبقى ان احنا نتجنب هذه الاخطاء وما نقلقش تمام؟ او انه فيه زي ما قلتلكم ان اسباب تانية ان الطفل مثلا حرارته عالية او بتاع فيبقى هنا ولو ان ده يعني نادر للحدوث في السنة الاولى بس ايه؟ تمام يعني بس بيحصل يعني تمام؟ طيب اما اذا لاحظنا بقى وجود فرط تعرق او اللي بنسميه العرق الشديد يعني عند الطفل مالوش علاقة بمجهود بزلوا الطفل مالوش علاقة باخطاء احنا عملناها ها؟ فلازم فحص الطفل طبيا بدون اي تأخير يبقى نلخص القصة كلها في ايه؟ ان الطفل عمره اقل من سنة بيعرق كتير تمام؟ يبقى احنا بنقول لنفسنا هو بنفكر نفسنا ان افراز العرق سينتظم بعد نهاية السنة الاولى ولكن هذا لا ينفي ان احنا لازم ناخد بالنا ها؟ في مجهود بزلوا الطفل يبرر هذا العرق؟ اه ده هو بيرضع كده احيانا الحكاية دي بتحصل هو بيرضع يبقى تمام طيب فيه اخطاء احنا عملناها ملابس اغطية تقيلة نوع ملابس مش ملائم التصاق الام بالطفل قوي اثناء الرضاقها برضو يبقى نخلي بالنا نتجنب الاخطاء دي مفيش الاتنين دول ولقنا الطفل بيعرق زيادة يبقى لازم نرجع للطبيب ليه؟ ممكن يكون عنده حالة مرضية زي ما اتفقنا ممكن يكون فيه حالة زي ما قلتلكه عيب من العيوب التكويني وهكاس خلاص؟ لكن ده برضو زي ما بقولكه هو النسبة الاقل وتعرق الطفل او ان الطفل يعرق تحت سن سنة ده امر في اغلب الحالات او اغلب الاطفال بيكون امر طبيعي جدا جدا وليس له اي دلالة مرضية الا في حالات قليلة زي ما قلتلكم